كيكة الشوكولاتة البردة علشان نعملها عايزين بسكوت شاي عايزين بسكوت شاي سواء ده أو المربع زي ما تحبوا عايزين 12 واحدة من الجبنة المقعبات أو المربعات 2 علبة إشتا 1 معلقة كبيرة كاكاو علبة صغيرة حليب بالشوكولاتة وعايزين سويسرال شوكولاتة و 3-4 كوب سكر بودرة طيب هنعمل ايه دلوقتي عايزين بولة البولة بتاعتنا هنحط فيها الخليط اللي احنا قلنا عليه اللي هو 12 واحدة من الجبنة المقعبات وهنحط فيها الإشتا اللي عندنا عندنا علبتين إشتا الجبنة المقعبات بنتلحها قبل الاستعمال بساعة تقريبا علشان تفاكفك شوية كده ونقدر نشتغل بيها يبقى احنا هنا حطينا الجبنة المقعبات وحطينا الإشتا عندنا هنا السكر البودرة وعندنا الكاكاو وكل ده بقى هنجيب دلوقتي المضرب اللي عندنا أو العجان وهنشتغل على العجن بتاعه خلاص شوفوا قد إيه هي حاجة بسيطة الخليط ده بس طعمه بيطلح حلو جدا 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 هناخد بقى دلوقتي البايركس اللي هنقدم فيه أو الطبق اللي هنقدم فيه ممكن ناخد ده وهناخد السويسرال اللي عندنا سويسرال جاهز أو انتوا تعملوه أو كيك جاهز يعني لو مفيش حتى سويسرال جاهز آآ مفيش سويسرال ممكن نستعمل كيك عادي هناخد السويسرال اللي عندنا وهنحطه نقطعه بالشكل ده هناخده نحطه فيه قاع الطبق بتاعنا هناخد بقى دلوقتي الخليط اللي عندنا وهنحط مصه هنا لازم الجبنة يا جماعة زي ما قلتلكو تكون طلعة بقالها ساعة على الأقل من التلاجة هناخد بقى دلوقتي البسكوت اللي عندنا هناخد البسكوت اللي عندنا والحليب فين اللي ده اللي بالحليب حليب بالشوكولاتة اهو هنخط البسكوت فيه كده ونرسه فوق الخليط بتاع الشوكولاتة بتاعنا خلص كده تمام هناخد بقى بقية الخليط اللي عندنا وهنحطه فوق البسكوت اللي سأسأناه باللبن اللي بالشوكولاتة زي ينوبة بالطريقة اللي انتوا عايزينها عايزين تحطوا كريمة عايزين تحطوا فكهة عايزين تحطوا كور شوكولاتة زي ما انتوا عايزين موسيقى 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 موسيقى